مرحبا أنا مبسوط على الأشياء التكنولوجية التي طلعت في 2017 لحد الآن واحدة من هذه الأشياء هي الإصدار الجديد لسلسلة تليفونات جالكسي A من سامسونج ليش أنا مبسوط عليها؟ خلينا نشوف مع بعض بالمعاينة التفصيلية بلشت تليفونات الجالكسي A تنزل كسلسلة من ثلاثة هواتف في كل إصدار من سنة 2015 في الجيل الأول و2016 في الجيل الثاني وهينا في 2017 بالجيل الثالث وثلاثة هواتف هي A3, A5, A7 الرقم بعطينا انطباع عن الحجم والأداء والسعر كمان كل ما زاد كل ما زادت هاي الأشياء سلسلة الجالكسي A هي من فئة الأبر ميد رينج فونز الفئة المتوسطة العليا اللي كأداء وسعر هي بين التليفونات المتوسطة وبين التليفونات الغالية أو الفلاكشيب فونز بإصدار 2017 سامسونج حطت مواصفات أو فيتشرز عادة ما منشوفها إلا على التليفونات الغالية عشان ما نطول وقت الفيديو خلينا نستعرض سريعا الخصائص تبعة التليفونات عشان نروح مباشرة للبنشماركس والفخوصات نبلش بالتصميم الخارجي واللي هو مستوحى بشكل كبير من S7 والنوت 7 إضافة إلى الإطار المعدني على الجوارب من ورا في عنا إنحناءات بتساعد على مسكة مريحة وثابتة للتليفون المادة من الأمام والخلف هي زجاج من نوع Corning Gorilla Glass 4 مقاومة للخج والكسر ولكنها مش مقاومة للتطبيع والبصمات بالنسبة لي ما بعتبر هي مشكلة لأنه بفضل كل حدا يستخدم كفر أو غلاف للتليفون لحمايته وأحسن إشي برأيه هي وصلة USB Type-C اللي بتركب على الجهتين وتعطينا سرعة نقل بيانات أسرع وشحن أسرع وعلى فكرة مش موجودة بالS7 التليفونات التلاثة IP68 Certified يعني مقاومة للماء والغبار وفيها خاصية الشحن السريع Fast Charging إضافة إلى واجهة Grace UX المطورة من الS7 والNote 7 وأهم خصائصها ال Always On Display اللي بتعطينا Notifications أو إشعارات حتى وشاشة طافية والإشي الرهيب وجود قارئ بصمة مع أنه متوسط الأداء بس لمسة كتير حلوة من سامسون لأنه عادة ما منلاقي على التليفونات من هالمستوى الهواتف الذكية صارت قريبة جدا من أجهزت الكمبيوتر من ناحية بنية واستخدامات وأداء بطبيعة الحال اللي بنطبق على الكمبيوتر بنطبق على التليفونات عشان هيك المعاينات الاحترافية بطلت تستعرض التليفون بس بطريقة سطحية لا صارت تعمل بنشماكس واختبارات تعطينا أرقام توثق أداء التليفون وتقارنه مع تليفونات ثانية باستخدام برامج زي AIDA64 وCPU-Z اللي صارت متوفرة على التليفونات منقدر نطلع المواصفات الدقيقة والكاملة مواصفات الـ A5 والـ A7 متقاربة جدا الـ A3 شوي أقل منهم نبلش بالمعالج واللي هو Exynos Cortex-A53 من سامسونج 8 نوة موديله على الـ A5 والـ A7 7880 و1.9 جيجاهرتز وموديله على الـ A3 7880 مشهو 80 على عكس ما بيحكو بعض المعاينات وسرعته 1.6 جيجاهرتز معالج الشاشة هومالي T830 على الثلاثة الشاشة هي Super AMOLED قياسها على الـ A7 5.7 وعلى الـ A5 5.2 وعلى الـ A3 4.7 إنش وضوحها على الـ A7 والـ A5 1920x1080 Full HD وعلى الـ A3 1280x720 HD عادي نظام التشغيل هو أندرويد مارشميلو 6.0.1 على الثلاثة تليفونات والذاكرة العشوائية للـ A7 والـ A5 هي 3 جيجا بايت وللـ A3 2 جيجا بايت والسعة الداخلية للـ A7 والـ A5 هي 32 جيجا بايت وللـ A3 هي 16 جيجا بايت تليفونات الثلاثة بدعموا شريحتين سيم لـ A5 و A7 بدعموا شريحتين زائد كرت ذاكرة منفصل أما الـ A3 بدعم شريحتين سيم أو شريحت سيم واحدة زائد كرت ذاكرة بالنسبة للكاميرات التي سامسونج كثير مركزين عليها بحملتهم الإعلانية لـ A5 و A7 عليهم كاميرا خلفية 16 ميجا بيكسل و كاميرا أمامية 16 ميجا بيكسل بربية لـ A3 بتقوى 16 ميجا بيكسل و الأمامية 8 ميجا بيكسل بطالية الأي 7 بسعة 3600 ميل أمب آور الأي 5 3000 ميل أمب آور والأي 3 2350 ميل أمب آور الخصائص الإضافية موجودة على الثلاث تليفونات اللي هي قارئ البصمة الالويز اون ديس بلي الشحن السريع والآي بي 68 سرتيفكت لمقاومة الماء والغبار لو نطلع على الأي 7 منلاحظ أنه يعتبر فابلت مش تليفون لأنه حجمه كبير شوي وعادة بده ايتين عشان نستخدمه من الأمام في عنا السنسرز والسماعة والكاميرا زائد قارئ البصمة من وراء في عنا الخلفية الزجاجية اللي حكينا عنها الكاميرا والفلاش زائد منلاحظ الإنحناءات الموجودة على الجوانب اللي حكينا عنها لغريب أو مسكة أحسن وثابتة وما بتأثر علينا بالتليفون وهي ماشية على الجوانب من الجهة الشمال عنا موقع شريحة السم الرئيسية وكبسات الصوت من الجهة العلوية في عنا موقع الشريحة الثانية زائد الميموري كارد الأنتينات والمايكروفون ومن تحت عنا مدخل USB-C للشحن والمايكروفون ومدخل السماعات زائد الأنتينات من الجهة اليمين عنا كبسة الباور والإشي اللي أنا كتير مفضله اللي هو موقع السماعة الجديد اللي رح نشوف لك الدام كيف بيساعد بمسكة الجيمز يعني لو بدي أمسك التليفون أنا وأنا بلعب Games Landscape مش مغطي على السماعة زي التليفونات الثانية اللي بتكون بالجنب أو من وراء الصوت شوي أبعد لو نيجي للـ A5 نفس الأشياء اللي بتنطبق على الـ A7 بتنطبق عليه نفس التصميم بالزبط نفس المادة نفس الماتيريالز نفس موقع الكاميرا والفلاش نفس مواقع المداخل والمخارج لمدخل الشاحن مدخل السماعة المايك والأنتينات الجهة الجنبية مطابقة الجهة العلوية برضو مطابقة والجهة اليمين أيضا مطابقة برضو موقع السماعات مطابقة لو بدي أمسكه بإيد وحدة مسكته شوي أريح من الـ A7 لأنه أصغر مناسب لأيد وحدة ونفس الأشياء بمسكة الـ Games هو أصغر شوي ولكن برضو بتحسه مناسب وموقع السماعات ما بيغطي مناسب لـ Games ونيجي لأصغرهم اللي هو الـ A3 برضو كل الأشياء مطابقة مع الإشي واحد رح نيجي مسكته بالإيد صغير شوي يعني أنا حاسه أصغر منهم مش مناسب زي الـ A5 ومش مبرر حجمه زي الـ A7 ولكن إلو استخداماته من جميع الجوانب هو مطابق معدن من هالجنب منلاحظ أنه مكان الشريحة الرئيسية مش موجود وموجود بس بالجهة العلوية مع كرت الذاكرة أو من حط شريحتين يا من حط شريحتين يا من حط شريحة وكرت الذاكرة لو بدي أمسكوا مسكت جيمز برضو بحسه صغير شوي موقع السماعة ممتاز ما عليها حكي بس هو إجمالا تليفون صغير الوضوح وتشبعوا الألوان بشاشات سوبر أموليد من سامسونج ثرافية جدا ما عليها حكي وانا استغلت الفرصة عشان أسمعكم صوت صر معك لأي 7 تمام خلينا نبلش بالجد اللي هي البنشماركس والفحوصات أول إشي بدأنا ببرنامج AIDA64 اللي زي ما حكينا بيحطينا معلومات كاملة عن التليفون أنا مشيت على كل الصفحات عشان اللي بيحب فيك ويوقف الفيديو يتطلع على أي مواصفة معينة أو تفصينة معينة بيقدر يشوفها نيجي لفحص PC Mark وهو أحد أشهر البرامج للبنشمارك والفحوصات على الكمبيوتر صار حاليا موجود على أندرويد نفحص كل إشي له علاقة بأداء التليفون من استخدام البرامج العادية استخدام البرامج اللي أثقل شوي استخدام أكثر من برنامج مع بعض تصفح الإنترنت معالجة الصور معالجة الصوت معالجة صفحات البيانات إلى آخره الـ A7 حصل على 3720 نقطة في هذا الاختبار الـ A5 حصل على 3716 نقطة والـ A3 كما هو متوقع يجى تحتهم بـ 3437 إجمالاً هذا السكور كويس فوق المتوسط وتحت العالي الفحص اللي بعده هو أنتوتو بنشمارك اللي هو برنامج متخصص بفحص الهواتف الذكية بفحص أكثر من إشي منها المعالج الذاكرة كرت الشاشة أو أداء الـ 3D داخل الجيمز زاد أشياء أخرى متعددة الـ A7 حصل 60492 نقطة الـ A5 حصل 60391 نقطة والـ A3 حصل 45635 نقطة زي السكور تبع الـ PCMark وفوق المتوسط بس أقرب للعالي وهذا إشي كويس نيجي لفحص 3D Mark Slingshot اللي هو ببساطة فحص للـ 3D والألعاب البرنامج بمسك التليفون وبضغطه وبحطه تحت سيناريو إنه بلعب لعبة متطلبة وبشوف أداءه كم فريم بالثانية فيه تقطيع ولا لا الحركة سموذ سلسة ولا لا الـ A7 جاب بهالاختبار 1145 نقطة الـ A5 جاب 1155 نقطة أنا اتفاجأت إنه طلع أعلى من الـ A7 بس هما بالآخر نفس المواصفات فما في مشكلة يطلع واحد أعلى من الثاني الـ A3 جاب 487 نقطة سكور واطي جداً بس في سبب بصراحة لأنه سلنك شوت هو اختبار على وضوح 1920x1080 والـ A3 ما بدعم إلا 1280x720 ففعلياً هو مش عادل نفحصه على هالبرنامج بس ما في برنامج يفحص أقل من هيك إيجا الفحص المهم عند الكله هو فحص الشبك على الواي فاي والفور جي بلشنا أول شي بالواي فاي استخدمنا موقع speedtest.net شابكين على راوتر سرعة الخط 100 ميجابيت بر سيكن التليفونات جالكسي اي بتدعم connection 802.11 اللي هو بدعم لحت 54 ميجابيت بر سيكن أنا اتفاجأت كتير بالقراءات لأني أنا شبكت على راوتر بعيد 4 متر تقريباً وبين غرفتين يعني الراوتر بغرفة والتليفونات بغرفة وحصلنا connection تقريباً بين 56-57 ميجابيت بر سيكن داونلود و50-51 ميجابيت بر سيكن ابلود وبينك 3 ميلي سيكن بس أنا ما أكون شابك المودم وباشرة بالكمبيوتر بحصل 1 ميلي سيكن فأنا صراحة كتير impressed بالقراءة اللي طلعت بالواي فاي نذهب للـ 4G الحكاية شوي مختلفة بس أنا بحط السبب شوي على مزودين الخدمة لأنه الخدمة كتير متذبذبة مش إنه مش سريعة هي شوي متذبذبة كل مرة كنت أخذ قراءة شكل وكل مرة كان يطلع لي إشي شكل أنا للأمانة العلمية حطيتها زي ما هي خرأت هيك حطيت إشي عشوائي وحطيته بس القراءات كانت بين 11-16 ميجابيت بر سيكن داونلود 7-14 ميجابيت بر سيكن أبلود 12-14 ميلي سيكند بينج القراءات إجمالة ممتازة جدا ومبين إنه الثلاث تليفونات عليهم نفس الإكوبمنت أو المعدات للواي فاي والـ 4G نيجي للاختبار الأخير وهو المهم كتير اللي هو اختبار البطارية استخدمنا برضو PCMark اللي فيه اختبار متخصص للبطارية بمسك التليفون ويشغله بشكل كامل على مش على أقصى أداء ولا على أقل أداء على أداء متوسط بتظل الشاشة شغالة وبشوف كم ساعة تشغيلية بقدر الجهاز يوصل استخدمت هاي التليفونات على مدى شهر كامل كل عشر أيام كل تليفون منهم كان تليفوني الأساسي كانت البطارية تكفيني بنهار كامل بالراحة باستخدام وتوسط ومرات زيادة كتير من ناحية الفاست شارجينج كانت التليفونات تأخذ الوقت التالي من 0% لـ 50% عشان تشحن الـ A7 40 دقيقة الـ A5 25 دقيقة والـ A3 18 دقيقة رقم مهول لأنه شاشته أصغر بطاريته أصغر والـ CPU تبعه سرعته أقل نتائج فحص البطارية من PCMark الـ A7 جاب 10 ساعات و 57 دقيقة تشغيلية الـ A5 جاب 9 ساعات و 50 دقيقة تشغيلية الـ A3 جاب 12 ساعة و 27 دقيقة تشغيلية خلصنا من برامج البنشمارك ونروح مباشرة على اختبارات الألعاب والحرارة ليش ربطت الألعاب والحرارة؟ لأنه أولاً موارد الجهاز بتكون مستخدمة بشكل كبير وإحنا منلعب جيمز زائد أنه إحنا لما نكون نلعب جيمز مننسى حاناً نستخدم التليفون لفترات طويلة فضروري نعرف إذا الحرارة بتأثر علينا ولا لا بالنسبة للحرارة بالخمس الألعاب اللي جربناهم على الثلاث تليفونات الحرارة ما زادت عن 47 بأقصى استخدام بعد ساعة ونص من اللعب المتواصل على الـ A7 الـ A5 ما طلع عن 44 درجة الحرارة تبعته والـ A3 ما طلع عن 42 فالقراءات كتير ممتازة وممكن نحس إن التليفون دفي بإيدينا غير هيك مافي أول لعبة من الألعاب الخمسة هي Asphalt 8 Airborne واحدة من الألعاب المتطلبة الـ A7 عمل أحسن أداء فيها كان معدل لفريمات بالثانية بين 32 إلى 34 الـ A5 وراه بين 30 إلى 32 والـ A3 شوي لتحت بـ 24 إلى 26 فريم بالثانية اللعبة الثانية اللي عنا هي Unkilled Unkilled جيم بتبين إنها مش متطلبة بسي فعلياً أثقل من دمها مافي ليه؟ لأنه تشتغل بفريم سبير سكند عالية ممكن يوصل عندك 30 و40 فريم بالثانية بس مرات بتصير تقطع ومرات ما بتكون سلسة فبحثتها بنشمارك كويس مقارنة مع ألعاب ثانية الـ A7 حصل تقريباً من 32 إلى 34 فريم بالثانية الـ A5 من 30 إلى 31 والـ A3 من 24 إلى 28 كان شوي متذبذب أداؤه اللعبة الثالثة عنا اللي هي هجولة من المبدعين ربابا جيمس هي لعبة عربية نقيتها لسبب لأنها كبيرة جداً يعني دايماً مساحتها التخزيني فوق الـ 1 جيجا فهاي لايماً بتجربتي الألعاب هاي بتعجق الجهاز شوي فبصير يبين في مشاكل بالأداء الـ A7 ما نزل عن 35 فريم بالثانية الـ A5 ما نزل عن 31 والـ A3 ما نزل عن 28 اللعبة الرابعة اللي هي Township Township واحدة من الألعاب الكتير CPU intensive معتمدة على المعالج نفسه مش بس على معالج كرت الشاشة زائد أنه فيه انترنت رايح وانترنت جاي وستريمز رايحة جاي زائد مليون شغلة صايرة بنفس الوقت فبعتبرها عجقة كويسة للموبايل عشان نقيس أداءه من ناحية الجيمز وحتى بتعطينا انديكيشن أو دلائل على أشياء ثانية الـ A7 جاب من 32 إلى 34 فريم بالثانية الـ A5 بين 30 إلى 31 والـ A3 بين 26 إلى 27 فريم بالثانية الـ A7 تراوح بين 30 إلى 34 فريم بالثانية الـ A5 تراوح بين 28 إلى 32 فريم بالثانية والـ A3 شوي أداءه ما كان بزيادة بـ Clash of Clans بمشاهد الحرب لأنه منزل أحياناً لـ 17 فريم بالثانية وبوصل مرات لـ 23 فريم بالثانية وأكيد ما رح ننسى خاصية الـ Blue Light Filter اللي بتخفف من انبعاث الضوء الأزرق من الشاشة عشان نقدر نلعب أو نشتغل بالظلام وتخفف من الضرر اللي بصير من شاشات الـ LED على عيوننا طبعاً هاي الخاصية ما بنستخدمها إلا بالعتمى أو لم تكون إضاءة خافتة غير هيك ما رح نحسها مناسبة أو مريحة وشوف الفرق حتى نبين على الكاميرا ممكن من أول ثانية ثانيتين عينك ما تتعود بس بعدين لما تتعود رح تحس عن جد إنه في وضوح أكثر وأريح إنك تطلع على شاشة زي هيك بالليل وصلنا لآخر نقطة معينة اليوم وهي الكاميرا والتصوير وبدي أحكي إشي إنه عن جد الحلو ما يكملش يعني لو في تصوير 4K فيديو بهالتليفونات كان الوضع بيكون جداً خرافي بس أنا بعترف أني بكون طماع لو بطلب أشياء أكثر من هيك بالـ Price Range اللي فيه تليفونات الجالكسي 2017 بس نقطة لو أخذوها سامسونج معين لإعتبار بإصدار السن الجاي بيكون الوضع عن جد خرافي طيب من ناحية الصور الـ A5 والـ A7 تقريباً متماثلات لأنه نفس الكاميرا الأمامية والخلفية اللي هي 16 ميجا بيكسل بس الـ A3 الكاميرا تبعته 13 ميجا بيكسل مشكلتي أنا مش بالـ 16 ميجا بيكسل والـ 13 ميجا بيكسل مشكلتي بس بسرعة التقاط الصور شوي الـ A5 والـ A7 أسرع الـ A3 شوي مرات بتحسه بطول تا يأخذ زوم أو يأخذ الفوكس الصح قبل ما يأخذ الصورة بس مش معناه أن الكاميرا مش ممتازة ممتازة جداً وأمورها تمام بس لما تيجي تقرنها بالـ A5 والـ A7 بتحس الفرق بشكل عام صور الـ A7 والـ A5 خصوصاً الخارجية غنية أكثر ومشبعة بالألوان أكثر من كاميراة الـ A3 زائد كاميراة الـ A3 بيها شوية نمش بيبين خصوصاً بالصور الداخلية فإشي منطقي أنه كاميراة الـ A7 والـ A5 أحسن من الـ A3 بس مرة ثانية هاد ما بيعني أنه الكاميرا تبعات الـ A3 مش ممتازة هي ممتازة خصوصاً مقارنة مع السعر تبعها من ناحية السيلفيز الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل خرافية اللي على الـ A5 والـ A7 زائد الـ Wide Angle على التليفونات الثلاثة جداً رهيبة يعني أنا طولي 1.83 أعتبر طويل بس لما أصور سيلفي معاني بحاول أبعد إيدي لقدر الإمكان عشان أقدر أطلع اللي حوالي بالصورة بس زي ما أنتم شايفين الصورة اللي هون أنا مش كثير مبعد إيدي يعني يدوب حطها على ستيرينج وطالع تقريباً نص السيارة بالخلاصة أنا مبسوط من إصدار 2017 من تليفونات Galaxy A لأنه هاي سلسلة عن جد هالمرة بتمثل التوازن ما بين الأداء والسعر وأول مرة أو نادر ما نلاقي إحنا سلسلة هواتف متوسطة الأداء وفيها features أو إضافات موجودة على تليفونات الغالية عشان هيك إحنا منعطي الـ A7 جائزة لعقال الدهبي والـ A5 برضو جائزة لعقال الدهبي والـ A3 منعطيه جائزة لعقال الفضي الـ A7 أخذ الدهبي بسبب أداءه المرتفع وحجم شاشته الكبير وزائد عدم تأثير هذا الحكي كثير كثير على البطارية الـ A5 برأيه هو الـ Speed Spot الخيار الآمن للناس اللي بدها إشي متوسط ومعتدل بكل إشي من ناحية أداء وبطارية وحجم شاشة وسعر الـ A3 أخذ الفضي مش الدهبي بسبب محدوديته بالـ Games بسوه بأي استخدام تاني أموره ممتازة زائد الكاميرا تبعته ما كانت مقارنة مع الـ A5 والـ A7 بنفس الأداء ولكنها مازالت ممتازة وزي ما حكيت إلو استخداماته شكرا لكم على المتابعة إذا عجبكم الفيديو اعملوا له لايك إذا ما عجبكم اعملوا له ديس لايك بس خبرونا شو عملنا غلط عشان نطور حالنا إذا عجبتكم القناة وحبينا تشوفوا فيديوهات تانية اعملوا سبسكرايب وعلموا لها شير إذا عندكم أي أسألة أو ملاحظات حطوها بالـ Comment section نشوفكم فيديو تاني إن شاء الله سلام ملاحظة جانبية أنه أكثر من شركة تكنولوجية استخدمت هاي الطريقة التسويقية بتسمية 357 الأطقام الفردية اللي بتدل على الأداء والحجم والسعر منها شركة انتل بمعالجاتها i3, i5, i7 ومؤخرا شركة AMD بمعالجاتها Ryzen أو R3, i5, i7 كان لازم أحكيها اشتركوا في القناة